لكنه عاش مختلفة ظروف وسنتعلم منه عندما جاء إلينا لم يكن أكثر من لس عادي يجتهد لينجو في شوارع بغداد ويحلم بالأفضل ليس لنفسه فقط بل لكل المهمشين الذين رآهم يعانون فبينما عاش في عصر ذهبه في قلب الخلافة العباسية وذروتها سعى تنظيم القدماء لفرض سطوته وإبراز وحشيته في البلاد كمستترين كما لقبونا قاومنا وضربنا عدونا في الخفاء صراع أبدي منذ قرون كان في قلب الصراع باسم بن إسحاق شرف العقيدة تحداها وعلينا الاقتداء به جميعنا يخلط بين الظلمات التي نسلكها والنور الذي نخدمه قد يأتي الوقت الذي نمتحن فيه مثله أخشى أن ذلك الوقت وشيك ترجمة نانسي قنقر